وأنت بخبرتك أيضا في الأمور الشرائية والأمور السياسية والطبية معا هل تظن أن هذا الاستناد على هذه الأمور تغيب هذه الحقائق عنهم أم أنهم يعلمونها وبرها من هذا يواصلون غيرهم ويكملون مسيرة الإشاعات وأول شيء أن أعظم شيء هو عدم الشماتة حتى في خصمك السياسي لأن حتى الخصومة السياسية لها أخلاق يعني حتى كانت عند الجاهلية يعني الجاهلين أبوا أن يقفزوا على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هل نتسور على بنات العم وكان في قبيلة حينما جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام قالت أن من مبادئها أنها عدم الشماتة حتى في العدد أنت لا تشمت في خصومك السياسيين ولكن تشمت في أمتك وشعبك والناس البسطاء يعني إذا جاء الموت لخصمك السياسي فتشمت فيه وإذا جاء الموت لك فهدي نهاية إذا كانت الجنازة فيها ناس كتيرة ليك يبديش هذا الجنائز بتشهد إذا جاءت لخصمك السياسي يبدي مفتعلة وما إلى ذلك إنك تكيل بمكيلين على طول إذا مرض خصمك يبدي ده ابتلاء من الله يعني ده عقاب من الله على اتخاذك هذا الطريق وإذا جاءك فهذا رفع للدرجات لا يمكن أن تسير بهذا المسير المسألة التانية إن نسب كورونا لو إحنا حطينا مثلا الشعب البريطاني فيه 3 وفيات من 300 حالة 3 من 300 دي نسبة بسيطة في الأمراض إحنا عندنا أمراض أخطر من كده 1% لما تشوف 300 حالة بالنسبة لكمية الشعب البريطاني نسبة بسيطة لما تشوف إحنا عندنا تسعين مليون وسجلت 33 حالة او 59 حالة لما توصل 59 حالة من 90 مليون نسبة منتهى الضالة وحتى لم يسجل حالة وفاة فيهم الى الان دي ليست في مكان سري او في مكان استخبارات عشان ما حدش يعرف اي واحد مريض كورونا في مصر كل الناس تعرف لانه في مستشفى دخلت ممرضة انا حطاك واجه لداء تسمح لي اطلاع لدينا حالة وفاة واحدة اللي هو ساحة الماني انا هنا بوجه لداء عبر هذه الشاشة كل من لديه حالة كورونا مرضا او وفاة يرسل بها الى اي جهة يراها في العالم مع المستندات التي تؤكدها حتى نقطع الطريق يعني فليضع هذه البيانات اذا كان هناك اخفاء او اشعاد بالاخفاء او هي غير حقيقية اصحاب الشأن انا اخطب من لديه مريض او متوفى بالكورونا فليعنن هذا ولا اظن ان احد سوف يخفي ما لديه واليخفي اسمه لكن فليضع على الاقل بيانات هذا الشخص يعني اول حياءة هو اي مريض هيحجز في مستشفى او بينه وسرط هيكتبوا حتى على اقل فلان مريض بكذا كذا هيعرف الناس في المستشفى فيه الممرضة فيه العامل فيه بتاع الاسعاف اللي يجيب كل هؤلاء سيعلمون وسيقولون للدنيا كلها يعني هذا لا يمكن لاي حكومة ان تخفيه كمان الحكومات ليست ضد الناس او ضد شعوبها كل الحكومات سواء اتفقت معها او اختلفت معها هي دايما فيه خدمة شعبها بالذات فيه في النوازل ومفروض في النوازل كلنا نقف امام هذه النوازل يعني فيه الصحابة كان اسلم فمنع الميرة اللي هي كان بالقمح بتاخده قريش منه فلما منع عنهم الميرة قريش اشتاكت للرسول عليه السلام فامره ان يعيد اللي هو القمح مرة اخر لان حتى لو اختلفنا فلا هذا الخلاف السياسي مفروض الا يمس لقيم اللي بيننا من عدم الشماتة في الموت وعدم الشماتة في المرض عدم انتهاز الفرص للكيد لك عدم اختلاق الامراض للكيد السياسي عدم تحويل الوفاء لكيد سياسي او تحويل المرض او تحويل الاوبئة او تحويل كذا وكذا وكذا يعني الرسول عليه السلام ابأ ان هو ايه ان هو يجعل هذا الصحابي بعد ان اسلم يجعل بني حنيفة ودرجة كان سيدا لهم ان هو يمنع الطعامة لان هذه اخلاقيات ليست من اخلاقيات الاسلام وكان فيه ناس كانوا ليسوا مع الرسول عليه السلام لكن لما حوصر في شعب ابي طالب كان يجي بالجمل ويطلقوا في الشعب فهذه الاخلاقيات مفروض اختلفنا سياسيا اتفقنا سياسيا تخانئنا سياسيا علينا الا تغيب عننا هذه هذه الاخلاقيات وان لا نشمت لا في المرض وان لا نجعل هذا المرض عقاب من الله لناس او ان هذا يعني عقاب لانه سلكوا هذا الطريق السياسي وانه في نفس الوقت يعني رفع للدرجات الانسي الاخرين